ياهلا ومرحبا فيكم مرة ثانية عزائي المشاهدين في حلقة جديدة وخلص رمضان وكل عام أنتم بخير وبصحة والسلامة إذا كانت هذه أول مرة تزورونا فيها القناة لا تنسوا تعطونا الزر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة في حلقتنا اليوم راح نشوف شنو سوت شركة آيزوتوب شركة آيزوتوب طبعا غنية عن التعريف صار لها سنين وهي تسوي منتجات جدا روعة سوفتوير مختص بس في الهندسة الصوتية فعندها تقريبا عشر منتجات منفصلة قبل كم من يوم قررت الشركة أنها تخلي هاي المنتجات كلها اللي تقريبا قيمتها ألفين دولار إذا اشتريتهم كل واحد بروحة وصلت تقريبا ألفين دولار جمعتهم كلهم وخلتهم في اشتراك شهري تدفع لي مبلغ بسيط كل شهر ولكن يكون عندك أكسس حق كل المنتجات هذا وكل هالبرامج إضافة إلى الأبديتس اللي قاعد تنزل على هالبرامج كل جمع من شهر نزلون لك أبديت طالما أنت قاعد تدفع لهو الاشتراك الشهري كل الأبديتس هذي راح تنزل لك بدون أي تكلفة إضافية اليوم راح نلقي نضراع على النوعين من الاشتراكات الموجودة اللي مقدمتها الشركة النوع الأول من الاشتراك اسمه وهو يعني مخصص أكثر حق مهندسين الصوت والنوع الثاني اسمه هاي مخصص أكثر حق الموسيقيين ناس اللي يعني ما تدخل في شغل البوست بردكشن تعديل الحوار إذا في فيلم إنك تغير مثلا في الصوت في حوار تم تسجيله مثلا ولا شي لا البريدوسرز كلاب صار أكثر حق الموسيقيين والميوزيك بردكشن سويت برو صار أكثر حق مهندسين الصوت اللي هما داخلين أكثر في موضوع البوست بردكشن وتعديل الصوت في البوست بردكشن بنتكلم اليوم عن كل واحد من هاي البرامج اللي موجودة في الاشتراك الشهري وراح نقرر في نهاية هاي الفيديو إذا كان هاي الاشتراك الشهري يسوى بنشوف أحين نوعين من الاشتراكات هذي هاي صفحة طبعا اللي هو الايزوتوب خلونا نشوف شنو البرامج اللي موجودة في النوع الأول من الاشتراك اللي هو أرخص واحد اللي قيمته تقريبا 20 دولار في الشهر هاي اللي هو الايزوتوب ردوسرز كلاب إي معا طبعا هاي الثمان أبليكيشنز نيوترون برو أوزون برو نكتار برو فوكال سنث فيجول ميكسر ريلي نيوفر برو وتونال بالانس كنترول برو هاي البرامج اللي في هاي النوعية من الاشتراك النوع الثاني من الاشتراك اللي هو اسمه ميوزك پرودكشن سويت برو هاي اللي هو صاير خاص أكثر حق منتجين البوست پرودكشن او اللي هو البوست پرودكشن انجينيرز البرامج اللي موجودة في الاشتراكين هي نفسها ما عدا انه في الميوزك پرودكشن سويت برو في معا برنامجين يعتبرون أساس حق أي أحد يشتغل في موضوع البوست پرودكشن اللي هو برنامج RX Pro for Music وإنسايت 2 خلونا نلقي نظرة على كل واحد من هاي البرامج بروحة بنتكلم حين عن الميوزك پرودكشن سويت برو هاي السوفتوير طبعا اللي هو الاشتراك ماله تقريبا 25 دولار في الشهر شو البرامج اللي هي معا؟ اي معا؟ نيوترون برو نيوترون برو هو يسهل موضوع الميكسن يسهل عليك موضوع انك انت تابع تسوي ميكسن حق عندك تراكات عندك غيتار عندك درومز عندك كل هالسوالف هاي اللي بلاجين يسهل على موضوع انك انت مثلا غيتار التراك مالل غيتار نفسه وانت بيكون في الميكس بتعطي الجانر اللي انت تابعها اللي قادة تشتغل عليها وبتحط البلاجين على التركات المختلفة حق كل آلة وتختار البريسيتس بيست على أو مبني على أنك أنت الجانرة هذه أو نوعية الموسيقى هذه اللي أنت اخترتها فهو بروحها بيعدلك مثلاً الميكس نفسه مال صوت القيتار وين يخليه في الميكس صوت البيس شلون بيدمجه مع بقية الآلات هاي طبعاً يسهل موضوع عملية الميكس فهاي البلاجين خاص حق تسهيل عملية الميكس البلاجين الثاني اللي يي معاهم في هاي الاشتراك هو الأوزون برو أوزون برو هو يعتبر نوع من أنواع الماسترينج تولز صراحة برنامج جداً قوي في موضوع الماسترينج كل اللي أنت تسويه أنك تحطه على آخر تراك عندك فيه السيجنل شانل اللي هو الماستر بس وتختار شلو نوع الماسترينج اللي أنت تتبيه ممكن أنك تختار حتى نوعية الموسيقى إذا كانت موسيقى دانس ولا EDM ولا بوب ولا روك والحلو اللي فيه أنه فيه نوع من البكاء الإصطناعي أنه يسمع الموسيقى اللي أنت قاعد تشغلها وعلى أساس الموسيقى اللي أنت قاعد تعطيها هو يحدد لك شنو اللفل المطلوب حق الكمبريسور شنو اللفل من الإيكيو اللي مطلوب على مستوى الأغنية ككل فحتى تلاقي يعني حتى أنت قاعد تشغل برنامج شوفه مرة واحدة مثلاً ارتفع صوت الموسيقى وصار في مرة واحدة كذي بعد في الموسيقى يعني حتى الستيريو يوزع على السماعات بطريقة أفضل البلاغين الثاني اللي موجود في هاي الاشتراك هو RX Pro for Music RX Pro يا جماعة هاي عطونا ثمز وقولنا إذا تابعون نساوي حلقة علي بروحها لنا صراحة واحد من أقوى البرامج اللي موجودة في السوق حق موضوع البوست فرداكشن ممكنك أنت تشيل صوت من مجموعة أصوات موجودة في خاصية بعد يسمها الميوزيك ري بالانس الميوزيك ري بالانس هاي شاء الله بن راح نساوي عليها حلقة هاي ممكنك أنت تفصل صوت المغني من أي أغنية أي أغنية أنت موجودة عندك تحط التراك في الـ RX Pro وتشغل الفيتر ما الميوزيك ري بالانس تقول لها مثلا بس تابعي الفوكالز يروح يخلي لك بس الفوكالز ويشيل كل الآلات الثانية ممكن تقول لها تابعي مثلا صوت القيتار بس يخلي لك بس صوت القيتار ويشيل كل الآلات الثانية من الأغنية هاي بروح اختراع يا جماعة يعني موضوع الذكاء الاصطناعي وصل لدرجة أنه هو يعرف هاي الصوت صوت شنو ويشيله من التراك كامل فصراحة يعني بس هاي الخاصية ممكن أنه يطلع قيمة الاشتراك الشهري اللي انت قاعد تدفعها هاي بالنسبة حق RX Pro for Music في الاشتراك أيضا موجود برنامج نكتار برو نكتار برو هو عبارة عن شنو هو عبارة عن بلغين تستخدمه حق الفوكالز يعني بس تخليه على التراك اللي فيه الفوكالز ممكن من خلال البريستس اللي موجودة تختار شلون تبي هاي الفوكال يكون صوتها يعني مثلا حتى لو ما عندك حتى لو ما قاعد تشتغل على أغنية انت قاعد تشتغل مثلا على Voice Over اوكي تختار مثلا من البريست الصوت Voice Over يروح يركب لك كمبريسور ويركب لك الساتوريشن ويعدل لك الإيكيو بروح يعدل لك هاي الشغلات كلها باست على السيتنجز اللي انت اخترتها فتحس انه فعلا الفوكالز صار أوضح اذا عندك يا الفوكالز مثلا احد قاعد يغني وحطيتها البلاجين عليه واخترت انه مثلا تبيه انه هو يكون مثلا صوت فوكالز حق غنية Pop ولا غنية Rock ممكن انه هو يسوي لك السيتنجز مع الكمبريسور والبيتش والإيكيو كل هاي الشغلات حتى ممكن انه يحط لك ريفيرب بعد فيه عاصل انه يطلع صوته صوت بروفشنال صار انه تحس انه فعلا صوت واضح في الميكس فنكتار برو كل شي اللي علاقة في الفوكالز هاي اللي بلاجين جدا راح يساعدك فيه اني حق ميلوداين 5 ميلوداين 5 هو طبعا ميلوداين هو سوفتور يساعدك في تعديل البيتش يعني مثل ما تشوفو انته هني في الصورة ياخذ الصوت ويرسمه كرسم على الشاشة قدامك فاي مكان فيه مثلا انت قاعد تغني مثلا نوته ما كانت صح ولا الصوت طلع شوية اوف او التايمينج ما للصوت نفسه كان غلط ميلوداين واحد من اقوى البرامج اللي موجودة في السوق حين فهاي اراد يعطونك الاسسنشل فيه كذا نوع من ميلوداين فيه اسسنشل فيه البرو وشغلات شديد بعد فهم يعطونك البيسيك ما لا حتى البيسيك ترى يا جماعة جدا قوي ويعني راح يساعدك في تعديل الصوت وتعدل البيتش وتعدل كل هالسوال في طريقة جدا سهلة البلاجين الثاني اللي موجود هو ايزوتوب ريلي ايزوتوب ريلي هو بلاجين ممكن شي يسوي انت اذا قاعد مثلا تستخدم البلاجين مع النيوترون حق الميكسين وقاعد تستخدم البلاجين مع النكتار هاي الاثنين نزيل تقدر عن طريق الريلي توصل الصوت من واحد للثاني عساس انك انت تستفيد من البلاجين مع بعض انك انت تستفيد من الفيتشرز اللي موجودة في النيوترون والفيتشرز اللي موجودة في النكتار ايضا راح يسهلك عملية الميكس بشكل عام لانك انت قاعد تاخذ هالبرنامجين وتوصل الصوت ما بينهم بين بعض عساس انك انت تستفيد يعني لما يكون عندك الصوت مثلا من الفوكلز جاهز حق الميكس تقدر تسوي الريلي حق برنامج الثاني اللي هو النيوترون وتستخدم الفيترز مالت النيترون عساس أنك تسهل عليك عملية الميكس البلاجين الثاني اللي موجود هو فيجول ميكسر شنو فيجول ميكسر؟ بكل بساطة الفيجول ميكسر هو عبارة عن أنك أنت التركات اللي عندك اللي موجودة هاي راح يخليلك إياهم بشكل بصري راح يخليلك إياهم بشكل كأنهم موجودين على الستيج يعني مثلا إذا أنت عندك أوركسترا مثلا قاعد تسجلها نزل تقدر أنك أنت تدخل كل الآلات الوترية وترسمهم على الستيج شلون صاري مثلا الكمانجات ممكن صوب اليسار مثلا الشالوز ممكن تخليهم هني صوب اليمين يعني ترسم التركات كرسم وعلى ضوءها هو يسوي لك الميكس كأنك أنت يعني مترجم الناس اللي قاعدة قدامك إلى وين هي راح تكون في الميكس اللي عندك في الترك فهو ببساطة ياخذ التركات ويوزعهم أو أنك أنت توزعهم في الستيج اللي تبي على طريقة الستيريو اللي موجودة وعلى ضوءها البرنامج راح يخلي صوتهم مشابه لصوتهم إذا كانوا موجودين في هاي المكان ننتقل حق البرنامج الثاني اللي هو نيوفيرب برو نيوفيرب برو هو طبعا أساسا برنامج أو بلغين حق الريفيرب ولكن الحلو اللي فيه إنه أيضا يستخدم تقنية الذكاء استناعي وممكن أنك أنت تعطيه الصوت ويسمع هاي الصوت أيضا ويقترح لك أو أنك يعطيك مثلا مثل ما يقولون نقطة انطلاق حق أي نوع من الريفيرب أنت لازم تستخدمها فأساسا هو عبارة عن يعني بلغين حق إنك تضيف ريفيرب أو صاد الصوت صاد الصوت بكل أنواعها ولكن أيضا هما ضافوا موضوع الذكاء الاصطناعي فيه عساسا إنه هو يسهل لك اختيار الريفيرب الصحيح اللي أنت بتحتاجه حق الموسيقى اللي أنت قاعد تشتغل عليها البلغين اللي بعده هو التونال بالانس كنترول برو التونال بالانس كنترول برو هو يعني أساسا صار نوع الملتي باند بروسسر فهو ياخذ مثلا الرينج مع الفريقونسيز معينة مثل اللو واللو ميد والهاي ميد والهايز وشذي يعني مجموعة من الفريقونسيز وتقدر أنت مثلا إذا عندك تراك معين تبي أو فيلم معين مثلا أو أغنية معينة عجبك صوتها فأنت تبي تخلي التراك اللي أنت قاعد تشتغل عليه يكون صوت مشابه حق صوت هاي التراك اللي هو الرفرنس تراك نسميه هاي البرنامج يساوي ياخذ لك الفريقونسيز طريقة الفريقونسيز الموجودة على الأغنية اللي أنت تبي توصل لها ويرسم لك إياها فأنت لما تيود تشغل الأغنية اللي أنت قاعد تشتغل عليها تقدر تقارنها بالأساس اللي موجود من الأغنية اللي أنت عاجبتك فهو يطابق بين الفريقونسيز اللي عندك والفريكنسيز اللي انت تبي توصل لها ايضا طريقة اخرى من تسهيل موضوع الميكس بشكل عام انت تقدر يكون عندك مثلا تارجت معين تبي توصل له يساعدك هاي البلاجين للتونال بالانس كنترول برو يساعد في انك انت توصل حق هاي النوع من الفريكنسي ستايل من الغنية اللي انت قاعد حاول توصل لها البلاجين اللي بعده هو الفوكل سنث برو الفوكل سنث برو هو عبارة عن شنو هو عبارة عن بس حق الفوكلس فتقدر اصوات تخترع اصوات على صوت المغني مثلا يعني معروف اكيد طبعا اللي هو التاك بوكس افكت عندك اللي هو الفوكودر مثلا عندك البايو فوكس كل هاد الاشياء تقدر انت بسهولة تسويها كأفكتس على الصوت المغني او الصوت اللي انت تبي تحط الأفكتس عليه الابشنز اللي يعطيك اياها اوبشنز وايد 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 قوية لو تشوفون الديموز الموجودة على الانترنت بتلاقون ان في ناس يسون صوت الروبوت يقدر يسون صوت كمبيوتر كان يعني صوت يعني اذا انت قاعد تشتغل على اغاني الكترونيك ولا اغاني دانس هاي البلاجين وايد رح ينفعك في موضوع انك انت تحط الأفكتس الغريبة اللي ما حد يقدر تخيلها على صوت الفوكلز اخر بلاجين هني هو الانسايت برو الانسايت برو طبعا هو عبارة عن طريقة عرض او طريقة ميترينج حق الاوديو ليفلز اللي انت قاعد تشتغل عليها هو عارتنا هاي البلاجين ايضا ينحط على اخر مكان موجود في السيجنال اللي عندك اللي هو الميكس بس او الماستر بس فلما ينحط هاي البلاجين على اخر چانل عندك في الميكس رح يعطيك بيانات معينة عن اللودنس لفل مال الصوت الموسيقى اللي انت قاعد تشتغل عليها حين هاي في شنو ينفع هاي مثلا اذا انت قاعد تسوي ميكس حق خنقول مثلا انت قاعد تشتغل على فيلم رح ينعرض على نتفلكس نتفلكس عندهم طبعا قواعد معينة حق مستوى الصوت كم لازم يكون مستوى الصوت مال الفيلم بشكل عام او انهم مثلا يقبلون انهم يعرضون هاي الفيلم على النتفلكس فيحتاجون لودنس معين او درجة من الصوت درجة عالية من الصوت معينة تكون في رينج معين هاي البلاجين يساعدك على احتساب هاي الدرجة او احتساب الصوت على مستوى اللي تراك كلها انت قاعد تشتغل عليه خاصة في موضوع الافلام تي في شوز او الموفيز هاي البلاجين وايد رح يفيد في تحديد موضوع الاتبوت لفل اللي انت قاعد تشتغل عليه عساس ان الصوت ما يكون اعلى او انزل من الستاندرد لموجود على النتفلكس او على امازون برايم او او اي مثلا جهة انت قاعد تحاول ترسل لها الفيلم اللي انت قاعد تشتغل عليه طبعا الفرق ما بين هاي سبسكريبشن والسبسكريبشن الثاني اللي هي الارخص اللي هي تقريبا ب20 دولار ان الانسايت برو والبلاجين الثاني اللي هو الار اكس برو مو موجودين في السبسكريبشن الثاني فاذا انت شغلك موسيقى اكثر انصح انك انت تروح حق البروديوسرز كلاب لانا ما اعتقد انك رح تحتاج انك تشتغل على ديالوج ادتين او انك مثلا بتجد تسوي ادت حق مثلا حوار مسلسل او حوار فيلم اذا كان هاي شغلك اكثر في موضوع الموسيقى البروديوسرز كلب سبسكريبشن رح تكون افضل لك اما اذا شغلك كان في البوست اكيد اكيد رح تستخدم الار اكس برو والله يعني اذكية ايزوتوب عارفين يعني ان هاي البرنامج بروحة يمكن يعني على قولتهم احسن واحد في البرنامج اللي موجودة في سالفة الاوديو ايديتين فهاي البرنامج اللي هو الار اكس برو فور ميوزك والبرنامج الثاني اللي هو انسايت برو هاي الاثنين ما رح يكونوا موجودين في النسخة لسعرها اقل في الاشتراك الشهري طبعا لما تشترك الاشتراك الشهري غير انك بتحصل على كل البرامج اللي احنا ذكرناها رح ايضا تحصل على جروف ثري ممبرشيب جروف ثري ممبرشيب هو عبارة عن مكتبة حق التوتوريالز حق الافلام التعريفية عن الموسيقى عن الفيديو عن البروداكشن لما تشترك الاشتراك الشهري رح يكون عندك اشتراك لمدة سنة لكل الفيديوهات اللي موجودة على جروف ثري حق انك انت بالعكس ممكن انك انت ايضا تتعلم مهارات جديدة ممكن انك انت تتعلم شلون مثلا هاي البرامج تستخدم اللي حين اللي موجودة عندك شلون ممكن انك تستخدمها بطريقة افضل وهاي نقطة جدا مهمة يا جماعة موضوع انك انت تعرف البرنامج تعرفي شلون تستخدم البرنامج هذا جدا مهم عساس انك تقدر تستفيد منه يعني انت مقعد بس تدفع حق البرنامج بدون اي فايدة بالعكس انت تبقي تتعلم خفايا كل واحد من هاي البرامج عشان تعرف ايضا انك انت تطور من مهارتك في استخدام البرنامج شغلك رح يكون اسرع رح يكون اضبط رح يكون اكثر مع الاشتراك هذا انا دائما انصح انك انت بالفعل تتعلم كل واحد من هاي البرامج لما تشترك الاشتراك الشهري رح ايضا تحصل custom presets حق samples مثلا في samples اصوات samples في presets في presets معينة حق هاي البرامج موجودة اردي ناس معينين مساوينها مثلا ناس مختصين في dialog editing في post production فمع الاشتراك ايضا رح تحصل على كل هذي المواد من ضمن الاشتراك الشهري اوكي شبابة حين السؤال الجوهري يسوى ولا ما يسوى خلونا نشوف مع بعض اذا انت رح تشترك كل المنتجات الموجودة في هذي الاشتراك الشهري رح تكلفك تقريبا 2000 دولار هال 2000 دولار اذا انت بتشترك في الاشتراك الشهري اللي هو music production واللي رح تحصل فيه على كل البرامج واللي قيمته 24 دولار 99 سنس في الشهر رح ياخذك ثلاث سنوات واربع اشهر عساس انك انت غطيت المبلغ اللي هو ال 2000 دولار في هاي الثراث سنوات واربعة اشهر على الاقل رح ينزل one major upgrade او تحديث كامل حق واحد من هاي البرامج اللي انت مشترك فيها او اللي انت اشتريتها فطبعا لما ينزل major upgrade حق واحد من هالبرامج لازم انك انت تضطر انك تشتري مثلا عندك يوم نزل اوزون 4 لا اوزون 5 فيه سعر طبعا حق ال upgrade بس اذا انت بتشتري برامج جديد بيكون سعر اغلب كثير خبروا لنتحد في التعليقات شنو رأيكم هل يسوى ولا ما يسوى هل يسوى ان احنا نشترك الاشتراك الشهري او ان احنا ممكن من الافضل ان احنا ندفع مبلغ مرة واحدة ولا نعور راسنا باشتراك شهري وندفع كل شهر ولكن يمكن ما يكون عندنا كل ال latest updates حق كل البرامج اللي احنا نشتري نوهم اتمنى ان اعجبتكم هاته الحلقة يا جماعة ومرة ثانية كل عام وانتوا بألف خير وصحة وسلامة لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك في القناة وتعطونا الزر اللايك اللطيف ومشاركة القناة عشان نقدر نوصل لاكبر مجموعة ممكنة من محبين الصوت في العالم العربي اتمنى لكم دوام الصحة والسعاد واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة